قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أنه تم تشكيل لجنة عليا لوضع تصور للمؤتمر العالمي للترويد الاستثمار في مصر في النصف الأول من عام 2023 أضف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة أن العام الماضي تم جذب 9 مليارات دولار استثمارات مباشرة لأول مرة منذ 15 عاما نحن السنة اللي فاتت نجحنا في جذب حوالي 9 مليار دولار استثمارات مباشرة وده يمكن أعلى رقم نحققه من حوالي نقدر نقول 15 سنة ومع ذلك هذا الرقم رقم احنا مش هو ده الهدف على الإطلاق احنا عايزين نضاعف هذه الأرقام ويمكن عشان كده يعني أنا كنا شكلنا مجلس الوزراء وحدة لحل مشاكل المستثمرين بتخضع مباشرة لإشراف رئيس الوزراء وبتابع حل المشاكل المستثمرين بيتقدموا فيها وبنشوف المشاكل بتاعتهم ونحلها بأسرع وقت ممكن والحمد لله هذه الوحدة اللي هي بتشتغل بصورة جيدة جدا الموضوع الآخر اللي احنا يمكن كنسيات الرئيس وجه بتفعيله بصورة أسرع كبير ويتحطله آلية تمكن وتشجع بتاع الخاص وده اللي يمكن كنسيات الرئيس وجه به في الاحتفالية بمرور مئة عام على إنشاء اتحاد الصناعات كانت تفعيل والإسراع بموضوع الرخصة الزهبية